توسع في الحديث أكثر مع ضيفنا ينضم إلينا الآن من بيروت رئيس تحرير مجلة علم وعالم مجدي سعد سيد مجدي أهلا بك معنا بداية لو نتحدث عن أهمية هذه الخطوة التي قامت بها ناسا وهذا الاختبار ولماذا التركيز اليوم على هذه الكويكبات وما قد يأتي إلينا من الفضاء من الكون يعني هي مهمة جدا لأنها تمحد لأكثر من مستقبل مع الكويكبات وأعني بذلك الهبوط على الكويكبات باستخدام الكويكبات لاحقا لتمويل الأرض المعادن التي تتناقص في مناجمها يعني الوصول إلى الكويكب يحدث أولا إلى حرفه عن مساره إذا كان يهددنا ويهدف ثانيا إلى جلبه إلى مدارات قريبة من الأرض والقمر وإقامة صناعة مناجم بالمستقبل صناعة مناجم روبوتية بالمستقبل تمد الإنسان بما ينقصه إذن عاجلا أم آجلا الجنس البشري يحتاج إلى تطوير تكنولوجيات تتعامل مع الكويكبات إما سلبا وإما إيجابا وهذا النجاح يؤسس لمستقبل سنبني عليه يعني في السنوات القليلة المقبلة سنقوم بتطوير الدفاعات الكوكبية بمعنى سنضع تلسكوبات متخصصة لرصد واكتشاف الكويكبات التي قد تهددنا وأيضا سنرسل مركبات يعني عام ٢٠٢٧ مركبة هيرا الأوروبية ستذهب إلى هذا الكويكب وتعاين فجوة الاستضام أو نقطة الاستضام لنفهم أكثر كيف نستطيع أن نصد هذا النوع من الكويكبات في حال توجهه إلى مدار يهدد كوكب الأرض خاصة بأن نتيجة هذه العملية تحديدا ونجاحا فعليا لن تعلم عنه ناس إلا بعد بضعة أسابيع لربما كانت فعلا هذه العملية ناجحة ولكن إلى مدى يمكن لناسا أن تتحكم بهذه العملية بمعنى من لحظة رصد ربما جسم أو كويكب يشكل خطر بالنسبة للأرض إلى أن تتم هذه العملية وتحويل مجرى هذا الكويكب أو أي جسم آخر يعني طبعا نحتاج إلى بضعة أسابيع وربما بضعة شهور لأنه يوجد أكثر من ثلاثين تلسكوب منتشرة على كل القارات على كوكب الأرض تقوم برصد متواصل لهذا الكويكب لكن ما نستطيع أن نؤكده الآن أن الجزء الأول وهو تحقيق استضام كنت مرة أتحدث مع دكتور شارل عشي مدير مختبر دفع النفاف السابق عن كيفية إرسال المركبات لكي تصيب هدفها شبهها كلاعب كرة قدم يريد أن يسدد الكرة من كوكب الأرض إلى المريخ أو إلى أبعد من المريخ كي يصيب المرمى فإذن هذه التكنولوجيات نجحت بها ناسا سددت المصبار أصاب الكويكب يبقى أن نعرف مدى النجاح يعني مدى نتيجة الاستضام وهذا سيساعدنا أكثر في المستقبل بتحديد أنواع المصبارات كتلة المصبارات سرعة المصبارات حسب نوع المادة التي يتشكل منها الكويكب كي إذا قمنا بالاستضام به نقوم فعلا بحرفه وإنقاذ كوكب الأرض هذا إذا كان الكويكب أصغر من بمورفوس وليس أكبر من هذا الكويكب سيد مجدي لأن هذا الكويكب وهناك كويكبات أخرى أكبر حجما وأنت تتحدث ربما وشبهت الموضوع بكرة قدم لا ندري إلى أين سيذهب هذا المركب أو كرة القدم بشكل أو بآخر لكن فعليا اليوم سيد مجدي ما خطر الكويكبات؟ لماذا يتم التوجه إلى هذا الموضوع؟ هل فعلا يتشكل اليوم خطر على كوكب الأرض؟ الكويكبات تشكل خطر يعني لا نستطيع أن نقول هناك خطر مداهم لكن هناك 140 تقريبا كويكب بأحجام مختلفة إذا اصطدمت بالأرض ستقوم بكارثة نحن لم ننسى انفجار تشيليا بنسك في روسيا منذ بضع سنوات ولا ننسى في بداية القرن العشرين أحد الكويكبات أو وهم يعتقدون أنهم مذنب أدى إلى انفجار كبير في سيبيريا في روسيا الآن سنرسل تلسكوب يعني بحدود العام 2026 سيكون هناك مراقبة أكثر لهذه الكويكبات الخطر لا يأتي من يعني نستطيع أن نتعامل مع خطر الكويكبات الكبيرة لأنه لدينا وقت لكن هناك خطر من النيازك الأصغر حجما التي قد تسبب أضرار مثل تشيليا بنسك هي تحتاج أيضا لمتابعة ولكن التكنولوجيا تتطور ولا نستطيع إلا أن نتأمل خيرا فعلا شكرا لك سيد مجدي سعد رئيس تحرير مجلة علم وعالم كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك